اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام من عروس البحر المتوسط الاسكندرية احيي حضراتكم تحديدا من منارتها مكتبة الاسكندرية ماذا تريد اسرائيل من المنطقة سؤال عاد مجددا يطرح ذاته بعد استفزازات متتالية من دولة الاحتلال للعديد من الاقتار العربية نتحدث عن هذه الاستفزازات تجاه لبنان وتجاه سوريا قبل يومين تخلق اسرائيل مشكلة نزاع متجدد مع لبنان على مواقع حدودية تضم ثروات نفطية اليوم تقصف اسرائيل مواقع داخل سوريا بعد ان اسقطت قوات الدفاع الجوي السوري طائرات اف ستة عشر اقتحمت الحدود السورية دولة الاحتلال لدأبت ان تنتهك سيادة الدول ثم تعلن اعتراضها اذا واجهت مقاومة قضية الليلة اذن الاستفزازات الاسرائيلية في تصعيد هو الاخطر منذ بدي الحرب سورية التي اندلعت قبل ثمانية عوام وقع الصدام الاقليمي الاول داخل العمق السوري الامر الذي انظر بتدهر خطير في النزاع متعدد الاطراف نتابع في حادث هو الاول من نوعه منذ ثلاثين عاما اسقطت المضادات السورية مقاتلة للاحتلال الاسرائيلي من طراز اف ستة عشر بعد غارات لها في سوريا وذلك عقب اسقاط اسرائيل طائرة بدون طيار زعم جيش الاحتلال انها ايرانية اخترقت الاجواء الاسرائيلية ما يمثل تصعيدا تجاوز الحرب الكلامية الى حرب على ارض الواقع بين اسرائيل وايران المواجهات المباشرة وغير المسبوقة تعكس الهاجس الاسرائيلي من محاولة ذلسيخ التواجد العسكري الايراني في سوريا في اطار استغلال النجاحات التي حققتها قوات الجيش السوري في القتال الدائر هناك وهذه المحاولة تشمل نشر عشرة الاف مقاتل ايراني واقامة مصنع للسلاح اضافة الى محاولات اقامة قاعدة جوية وميناء بحري القذق الاسرائيلي المتنامي من تصاعد نفوذ اهران في سوريا جسدته العديد من الغارات الاسرائيلية على الاهداف العسكرية السورية والتي جاء ابرزها في الجولان المحتل وريف دمشق فيما تستخدم ايران مكافحة الارهاب الدولي ذريعة لتواجدها في سوريا بعد اتهامات لقوات الاحتلال الاسرائيلي بتمويل ودعم عناصر متشددة في سوريا قوات الاحتلال قالت ان الهجوم الذي شنته على المواقع السورية هو الاكبر منذ عام الف وتسعمائة وثين وثمانين وتم بنجاح وفي ضوء التطورات الاخيرة اعربت موسكو عن قلقها من تنامي حدة التوتر في سوريا حيث دعت وزارة الخارجية جميع الاطراف الى ضبط النفس مشيرة الى عدم قبول تعريض امن وحياة العسكريين الروس المتواجدين في سوريا لخطر مؤكدة ان القوات الحكومية السورية ملتزمة بالاتفاقات الخاصة بضمان ثبوت عمل منطقة وقف التصعيد في جنوب غرب سوريا لا شك في ان اسقاط اكثر المقاتلات الحربية تدورا في العالم يشكل تحولا كبيرا في صراعات المنطقة والذي شكك في التفوق الاسرائيلي الامر الذي من شأنه ان يخلق وضعا جديدا على الحدود الشمالية السورية حيث اصبح من السهل تصاعد حدة التوتر بما ينذر بانزلاق المنطقة الى حرب تأتي على الاخضر واليابس اذا مشاهدين الكرام اسئلة كثيرة تطرح على الساحة الان يجب ان نستقرأ ما بين السطور ينضم الي مباشرة محمد سعيد الروزة الكتب والمحلل السياسي اللبناني اهلا بك سيد محمد وتحياتي لكن ساقول اولا ان الخارجية الايرانية تعتبرت ان مزاعم اسرائيل باسقاط طائرة مسيرة تابع عليها وكذلك دورها في اسقاط المقاتلة الاسرائيلية بسوريا اعتبرته امرا مثيرا لسخرية تهران على لسان وزير خارجيتها اتهمت اسرائيل بالكذب للتغطية على ما وصفته باعتدائتها وجرائمها ضد دول المنطقة مشيرة الى حق الحكومة السورية في الدفاع عن سيادة اراضيها وتصدي لأي عدوان خارجي طيب قبل ان ينضم الي سيد محمد سعيد الروزة انتقلوا الى المزيد من الاخبار حيث ادانت لبنان الغرط التي نفذها طيران الاسرائيلي على اهداف في سوريا وحذرت الخارجية اللبنانية تل ابيب من استخدام الاجواء اللبنانية لشن هجمات على الاراضي السورية لفتة الى انها بصدد توجه بشكوا لمجلس الامن لادانة وتحذير اسرائيل من استخدام الاجواء اللبنانية التدخلات الاسرائيلية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين لبنان ودولة الاحتلال توترا كبيرا فبالامس وقع لبنان عقودا مع ثلاث شركات دولية لتنقيب عن النفط في مياهه الاقليمية وهي منطقة انتزم اسرائيل وانها تدخل ضمن حدودها وسجر تنقيب في الرقعة رقم تسعة بمحاذاة جزء صغير متنزع عليه بين لبنان واسرائيل وطلب وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل اسرائيل ان لا تخطئ وتعتدي على لبنان والى جانب الثروات النفطية برز توتر اخر بين لبنان واسرائيل نتيجة بناء الاخيرة جدار اسمنتيا على طول خط وقف اطلاق النار بين دولتين يقع الجدار حيث موقع ثلاث عشرة نقطة متنازع عليها بين دولتين وقال الرئيس اللبناني مشال عون ان موقف بلاده واضح ويركز على رفض بناء الجدار اذا لم يتم البت بنقاط الثلاث عشر المتنازع عليها اذا ملفات كثيرة ننقشها في فقرة الليلة لماذا تلقأ اسرائيل لكل هذا التصعيد ولماذا تفتح دولة الاحتلال جبهة جديدة على الجيش السوري الذي اقترب من تطهير بلاده من العناصر الارهدية ايضا لماذا تستفز اسرائيل لبنان سواء ببناء جدار حدودي او منزعته حقوقه الاقتصادية في المياه الاقليمية هذه الاسئلة سنجيب عليها بعد فاصل قصير ينضم الي بعدها ضيفي بامر الله اهلا بكم مشاهدي الكرام مرة اخرى للمزيد ينضم الي مباشرة محمد سعيد الرز كاتب ومحلل سياسي لبناني استاذ محمد اهلا بك ومرحبا اذا ما يجري في لبنان الان ما يجري في المنطقة الان محضو استفزازات اسرائيلية ربما ايضا يعني يعني كما يقول المثل انه ضربني وبكى اسرائيل هي التي تتعدى ثم هي التي تشتكي من اسقاط طائرتها كيف تنظرون الى الامر في لبنان اه اسعد الله مساءكم في البداية اه ما يجري في لبنان او ما يجري في المنطقة حاليا لا اعتقد انه مجرد استفزازات اسرائيلية لقد وصلت الى الحكومة اللبنانية والى المسؤولين اللبنانيين منذ حوالي الاسبوعين معلومات استخبارية وتقارير دبلوماسية على يعني درجة كبيرة من الدقة تفيد بان هناك يعني تنسيقا امريكيا تركيا اسرائيليا لوضع المنطقة على خط زلزال حربي واسعة وتضيف هذه المعلومات بان هذه الحرب وليست استفزازات يعني هذه الحرب سوف يعني تشعل المنطقة خاصة تبدأ في لبنان وسوريا وقد تمتد الى مناطق عربية اخرى تضيف المعلومات ايضا ان اسرائيل تعد لعدوان كبير على لبنان قبيل حلول الانتخابات النيابية فيه في مايو المقبل وذلك لمنح حزب الله اولا تعطير الانتخابات ومنح حزب الله من الوصول الى البرلمان هو وحلفائه بتكتل نياب كبير وبالتالي يتيح لهم تمسيل اوسع او دور اوسع سياسي سواء في البرلمان او سواء في الحكومة اللبنانية المقبلة وكذلك لمنع لبنان من استخدام حقه في استخراج النفط من البلق رغمتعة في المياه الاقليمية اللبنانية قبالة بلدة النقورة اللبنانية الجنوبية هذه المسائل كلها اذا اخذناها بعين الاعتبار فهي تشبه اجواء حرم اذا اضفنا اليها التوغل التركي في الاراضي السورية من البوابة الكردية والتصريحات المتتالية للرئيس اردوغان بانه ينبغي ان لا يكون هناك دور مستقبلي للرئيس بشار الاسد على الساحة السياسية في سوريا اضافة الى ما يتم من تطورات او ما يجري من تطورات في فلسطين المحتلة واخيرا موضوع نقل عدد كبير او اعداد كبيرة من الارهابيين من العراق ومن سوريا نقلتهم تركيا ومولت قطر هذا عملية النقل هذه الى ليبيا للوصول الى سيناء والقيام يعني هذا كان هو المخطط والقيام باعمال ارهابية تقلق او تضعي او تربك هذه التفجيرات او هذه الاعمال الارهابية سوف تؤدي الى التأثير على الانتخابات الرئاسية او تستغل موسم الانتخابات الرئاسية في مصر ولذلك يعني كانت هذه المعلومات كلها تتجمع في هذه المسألة صباح هذا اليوم يعني عند الساعة السابعة تقريبا كانت هناك طائرات استطلاع من غير طيار مسيلة تسمى من دون طيار فوق الاراضي السورية على مقربة من الحدود او من الجولان المحتلة فعندما توجه الطائرة الاف 16 الاسرائيلية وهي تعتبر مفخرة الطيران الاسرائيلي كان القرار بالتصدي لها واسقاطها وتفجيرها طبعا فاتني ان اقول ان لبنان ايضا اعلن على لسان اعلى سلطة عسكرية فيه وهو المجلس الاعلى للدفاع انه سوف يتصدى لاي عدوان اسرائيلي يقع على اي منطقة من لبنان وعلى اي مرفق في لبنان ما رحظناه من خلال التصدي السوري سيد محمد نعم يعني ما اريد ان اسأل عنه لان حضركة ذكرت انها مفخرة الطيران الاسرائيلي هي مفخرة ايضا اصناعة الامريكية يعني هي الطائرة الاكثر تمييزا في العالم اف 16 وكانت كل الوظائف في هذه الطائرة تعمل لدى صفقات المصدرة لاسرائيل وربما المصدرة لدول اخرى ليس كل التقنيات تعمل لذلك كان هناك تفوق نوعي اسرائيلي في المنطقة كبير لالغاية وكانت اسرائيل تعتقد انها يعني كانت دائما ما تدخل لتقول في اجواء سوريا واجواء لبنان دون اي رد ودون اي محاولات حتى الاسقاط هذه المرة تفوقت الدفاعات الارضية على التكنولوجيا الامريكية والطيران الاسرائيلي وبالتالي ربما ميزان القوى سوف يتغير في المنطقة مقبلا لم تعود الطائرة التي لا يمكن تصدي لها اسرائيل وعلى لسان حكوماتها قالت انها تدعو للتهديئة انها لا تريد ان تساعد الامور اليس هذا ايضا تغيرا نوعيا في المنطقة خاصة ان اسرائيل لا تهاجم فقط سوريا ولا تهاجم لبنان فقط في ظل الاستفزازات هي تعلم ان هناك حلفاء الان لسوريا هناك روسيا وهناك ايران ربما اسرائيل تفرجع الان خطوة تكتيكية في نظرك انا برأيي لا ينبغي ان نعول على تصريحات التهديئة الاسرائيلية فمن يريد التهديئة لا يقوم بمثل هذه الاعتداءات المتكررة والغارات المتكررة منذ ثلاثة ايام كان هناك غارة اسرائيلية لكنه تصريح غير معتاد نعم يعني اذا كانت يمكن اسرائيل اثر فيها فرق التوقيت المسألة انها لم تكن الان بصدد الدخول في حرب وانما في الفترة المقبلة قم قلت فكانت تصدي الان من قبل سوريا اذا لحظت ان هناك يعني بيانات صدرت عن هذه المسألة من غرفة عمليات مشتركة ليست فقط غرفة عمليات سورية غرفة عمليات مشتركة بين سوريا وحزب الله وايران هذه غرفة العمليات يعني تعطي مؤشرا ان هناك يعني تغيير في موازين القوى حتى على الارض وليس فقط في تغيير في يعني موضوع السلاح المسألة هي ان التواجد المقاومة في لبنان وفي سوريا بالاخص في لبنان مع انتلاكها لعشرات الالاف من الصواريخ اوجد ما يسمى به توازن الردع لدى الجانبين مع اسرائيل وتوازن الردع هذا يعني يجعل اسرائيل تعيد حساباتها الآن اذا كان هناك مثل هذا العمل المشترك والتنصيق المشترك ايراني سوري حزب الله مقاومة لبنانية فهذا يعني ان هناك حسابات جديدة سوف تطرح وسوف تشارك في المعركة لا ننسى التصريحات الايرانية في الفترة الاخيرة يعني من حوالي اربع خمس ايام ولغاية اليوم كل التصريحات الايرانية تصب على ماذا انها تمتلك سلاحا بحريا لا يوجد مثله لا في روسيا ولا في امريكا ويصيب اهدافه بدقة متناهية وانه لا يمكن لايران ان تبقى ساكتة امام اي اعتداء اسرائيلي على لبنان او على سوريا وان رئيس حسن روحاني صرح بهذا الامر نائب رئيس الحارس السوري في ايران صرح ايضا بهذا الامر التصعيد الاسرائيلي موجود والتصعيد الاسرائيلي يعني كان يطمح لان ينفذ اعتداءاته في مرحلة لاحقة الان ما نشهده الان هو التجربة او بروفا او جس نبض لمواقع القوة ومكامل القوة على الجبهتين اللبنانية والسورية مع اسرائيل اسقاط هذه الطائرة يعتبر تغييرا كبيرا في موازين القوة لان اسرائيل كما نحن نعرف جميعا اسرائيل تريد ان يعني تعتمد بشكل اساسي على الطيران على سلاح الطيران بالنسبة للسلاح البري او المشات او الاخري هذه المسألة ليست مركز قوة ونقطة قوة عند اسرائيل نقطة القوة الاساسية هي السلاح الطيران فاذا كانت هذه الطائرة قد اسقطت بهذا الشكل وتم تفجيرها بهذا الشكل فهذا يعني ان هناك اعادة حسابات اسرائيلية ستقوم بها بالنسبة لهذه المسألة ولأي خطوة تريد ان تخطوها خاصة وان المنطقة الان كما نرى في سوريا يعني بعد سبع او سمان سنوات لم تسقط الشرعية السورية وبالتالي عملية الحفاظ على وحدة سوريا وعلى الدولة الوطنية في سوريا وعلى مؤسسات السورية اصبح امرا يعني اقرب الى الحصول بالنسبة للبنان هناك توازن ردع ما بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية من جهة وما بين اسرائيل من جهة اخرى لا ننسى ولا ينبغي علينا ان ننسى الان موضوع عملية سيناء وابطال الجيش المصري الذين يطهرون سيناء وكالة سبوتنيك الروسية ذكرت اليوم ان مصر تحركت وبالتالي فان ما يقوم به الجيش المصري في سيناء سبب زعرا لكل الجيوش الموجودة في المنطقة تركيا امرت اسطولها بالتراجع وبالعودة الى شواطئه يعني هذه المسائل الان نحن نشهد تغيرا اساسيا في مكامل القوة ومراكز القوة العسكرية العربية على الارض الان وبالتالي فهذا ستكون له ارتدادات كثيرة سياسية وارتدادات كثيرة في حسابات الصراع وفي حسابات المواقف التي ستتخذ فيما بعد طيب يعني بالنسبة ايضا للشأن اللبناني وربما البلوك رقم 9 والمتنازع عليه يعني يرى البعض وهناك تحليلات تقول بانه اسرائيل تحاول الان فقط ان تساوم انها تترك الامتيازات اللبنانية بشكل او باخر على هذه المنطقة البحرية بينما والبالغة 840 كيلو مترا مربعا مساحتها وان تستعيد بجزء اخر من الارض يعني هي المسألة ليست الا محضة مساومات ومحضة اقلاق للجانب اللبناني وهي لا تريد الحقيقة مواجهة عسكرية حاليا حتى مع حزب الله لانه يعني تعلم انه منذ عام 2006 وحتى هذه اللحظة تغيرت القدرة العسكرية كثيرا لحزب الله يعني هي المسألة ليست في لا تخضع للمساوبة اولا هناك اراضي لبنانية محتلة من قبل اسرائيل لا تزال لغاية الان في مزارع شبعة وفي فلال كفرشوبة وفي قرية الغجر الساحلية هناك اراضي لبنانية الجدار الذي تبنيه اسرائيل ما بينها وبين الجانب اللبناني هذا الجدار يعني صحيح انه يشكل عدوانا لان الاراضي اللبنانية المحتلة تقع خلفه ولكن هو في نفس الوقت هو يعبر عن خوف اسرائيلي حقيقي من اندلاع حرب مقبلة فبذلك بنت هذا الجدار نحن نعرف ان اسرائيل يعني لا تضع حدودا لكيانها اسرائيل تقول انها تمتد او عيونها او احلامها تمتد من النيل الى الفراط وبالتاني عندما تضع هذا الجدار ما بينها وبين لبنان ومع سوريا وما بينها وبين غزة وما بينها وبينها يمكن عما تحاول تعمل كمان جدار بينها وبين مصر يعني هذا يعبر عن طلق اسرائيل البالب خاصة وان اسرائيل تصدق حسن نصر الله امين عام حزب الله يعني اكثر من جنرال اسرائيل يصرح بانهم يصدقون ما يهدد به وهو قال ان المعركة المقبلة لن تقوم في الاراضي اللبنانية سوف تقوم في الاراضي الفلسطينية وهذا يعني مؤشرا خطيرا بالنسبة لاسرائيل على ذلك ولكن كما قلت في البداية المخطط الدولي يعني سواء كان يعني يعني بالتنصيق الامريكي التركي الاسرائيلي يهدف الى يعني ادعاف او خلق امر واقع جديد في لبنان وفي سوريا هذا الامر الواقع السياسي الجديد الذي يريدون خلقه في لبنان وفي سوريا هو ان لا يكون هناك جبهة مواجهة وبالتالي هذا يستلزم تقليص قوة المقاومة في لبنان وتقليص قوة الجيش في سوريا في سوريا يمكن ان يكون هناك التوجه للتقسيم كما اثيرا مؤخرا وفي لبنان ان يكون هناك اضعاف سيد محمد اريد ان اشكرك على وجودك معي محمد سعيدة رز الكاتب والمحلل السياسي اللبنائي ومشاهدين الكرام اشكر حضراتكم ايضا من الاسكندرية كل تحياتي دمتم بامان الله اشتركوا في القناة